أستاذ فاطمة من سهاج تتفضل السلام عليكم وعليكم السلام، أستاذ فاطم إزايك يا دكتور فضلي ونعمة الحمد لله الزوجة لما أتعامل زوجة بالتقوى الله لا بالكلام ولا بالحب إيه، تاني كده إيه؟ الزوجة تعامل زوجة بالتقوى الله سبحانه وتعالي لا بالحب ولا بالكلام طب ماشي، إيه تاني؟ بالتقوى الله، تتقي الله فيه نهام حد تقوى الله فإيه بقى؟ ده سؤال ولا تتعليق؟ لا ذا تعليق يعني يقول لك يتقول له كلام حلوا يقول له كلام مش عارف ايا أهم هذا أهم هذا فقوى الله سبحانه وتعالى كل واحد التي تب لا أبقي أنا فوتك في الكلام يا حجة فاطمة اتفضل أنا فوتك في الكلام أصلي أصلي من تقوى الله الكلام الحلوي ما فيっと اسمعيني بقى مش أنا اسمعتك مش أنا اسمعتك عاد اسمعي عاد الكلام الحلو جزء من التقوى في تقوى الله ل remains طيب لأن الله سبحانه وتعالى قال وقولوا للناس حسنة ولا قولوا اللي انتوا عايزينه كده تقولوا أنا على فكرة أنا متقية لله فيك عمرة ما عملت حاجة وربط لك عيالك زي أحسن حاجة لكن انت عمرك ما قلتلي كلمة حلوة انت عمرك ما اتجيت الله فيه فيه طباع ما ديبسعش كده طيب ما فيش فيه ناس بتقول كده هم دولا متقين الله فيه طيب نعمل ايه حاجة فاطمة نقول كده للناس نقول كده الكلام الحلم جزء من تقوى الله ليه بقى مش حضرة حبيبي وحبيبك صلى الله عليه وسلم اللي قال والكلمة الطيبة صدقة طب لما الناس بتشكي بيتقولك مش معيقول طب هنعلمه ازاي يقول لا انت بتكلمي عنه انا بتكلمي عن بصي حاجة فاطمة افضل يقولي الكلام الحلم حتى لو هم يقولش الكلام الحلم ليه طيب مش هقولك عشان انت بس بتعامل ربنا لا لان ربنا امرنا ان دوت هو اللي بيصلح ذات البين واضح يا حاجة فاطمة ان شاء الله نعم حاجة فاطمة ولينا كلنا اوعوا يا سادة مش هقولكم تفقدوا ثقاتكم في اللي ربنا سبحانه وتعالى منع علينا بيه من النعم احنا ربنا منع علينا بالنعم بودنين وباللسان لم منع علينا بالنعمة بجسد احنا لغاية دلوقتي ما استخدمناش لجسدنا ولا لساننا ولا ودنا عشان نفتح بيها نعم ربنا انصتوا واستقبلوا ما بينكم وبين احبابكم خلوا احبابكم يحسوا ان انتوا بتكلموكم بتكلموهم بكل حواسكم كلموهم وهم لما يحسوا كده يحسوا بانه ايه ده في شعور غريب دب بينكم عارفين الشعور ده مين اللي خلقوا مولانا سبحانه وتعالى هيخلي بينكم حياة جديدة ويفتح ليكم ابواب من السعادة وابواب من الجمال وابواب من المواد ده ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر توكدوا على الله وحاولوا تبقوا مستثمرين لكلامكم ولودانكم ولجاساتكم عشان تنصتوا نصات رشيد مع أزواجكم وده يكون باب من أبواب الفضل والنعمة والبركة صدقوا صدقوا في وعد الله ان الله سبحانه وتعالى يحول القلوب ان الله لا يغيروا ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسكم غيروا ما بأنفسكم واستخدموا هذه المهارة وبعد كده بقى حدثوني بقى عن عجيب فضل الله وكرمه يا رب جعلنا ممن يصدقون أن نعمتك يا مولانا واسع وأن كرمك واسع وأن ما نظنه نهاية العالم ليس بنهاية العالم بل بداية رؤية فضلك يا رب العالمين إذا نحن كشفنا ورفعنا الحجاب عن أبصارنا بمهارة رزقتنا إياها لنستقبل فضلك وكرمك الذي بيننا وبين أحبابنا اللهم أدم علينا فضلك ومددك ومددك وكرمك ووسع علينا يا واسع يا كريم يا رب العالمين